اليوم ختم بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالاسكندرية اللي بيعملوا فيها نتايا كويسة جدا شبابنا وشباتنا النهاردة ختم بطولة العالم لشباب وشبات الخماسي الحديث والبتتلاب على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتوكلونوجيا في الاسكندرية في الفترة من 13 ل 19 سبتمبر اللي احنا فيه مصر حققت في البطولة دي 8 مديليات 3 دهب وزيهم فضة ومديليتين برونز لحد دلوقتي قابلين للزيادة لأن في نهاء شغال دلوقتي تحدي الخماسي الحديث برئاسة المهند شريف الأليان بيقدم نجاحات كبيرة في الفترة اللي فاتت وكان أهمها حصول أحمد الجندي على فضلية أولمبيات توكيو اللي نقلتنا في الجدول نقلة تانية لولا مديليت أحمد الجندي البطولة بيشارك فيها 271 لعبة ولعب 146 لعب و125 لعبة من 27 دولة طبعا يعني كتير جدا أستراليا بلياروسيا البرازيل بلغاريا فرنسا جورجيا عديد من الدول حياء بتشارك وده مش غريب على مصر زي ما قلت لكم مصر في الخبر الأول في الإنترو قلت لكم أنه مصر بالحقيقة بتشهد طفرة كبيرة جدا في انصطافة البطولات العالمية أنا حكيت لكم موقف طريف على حصل في رواندا بس الحقيقة مصر يعني صعب جدا تلاقي حاجة زي كده وصعب تلاقي تنظيم مش جيد منشآت فاسيليتز كوادر نتمنى إن شاء الله أن يبقى فيه طفرة في النتائج ولسه فيه بطولات السنة ما خلصتش أكيد فيه بطولات جاية وهنعملكم حصاد البطولات دي